أنا بالنسبة لي يا خالد مجموعة هذه رابعة مجموعة مفخخة لما نشوف المنتخب الجزائري والمنتخب المصري كلنا نرشح المنتخب الجزائري والمنتخب المصري ولكن أولا أنا ورشح المنتخب المصري أولا لأن المنتخب المصري المنتخب متكون إلا بلعبين محليين من البطولة المصرية عندنا تلعبين موجودين في أوروبا صلاح ونيني وأيضا تريزيقي المنتخب الجوالطاني الجزائري هل يشارك باللعبين المحترفين لا أعتقد لأنه سيشارك باللعبين المحليين موجودين في الجزائر حتى عندهم مستوى